في قول الله تعالى على لسان إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى يقول لماذا سأل الله عز وجل إحياء الموتى يا مسعود بارك الله فيك ورضي الله عنك من المهم جدا أن الإنسان إذا استشكل آية قرآني أن يقرأها كاملة أو أن ينظر في سباقها وأن ينظر في سياقها فأنت لو قرأت الآية وتأملتها لكان الجواب واضحا وظاهرا لديك ولذلك يقول جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام قال ربي أريني كيف تحيي الموتى قال الله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فإبراهيم عليه السلام لم يشك أبدا وإنما إبراهيم عليه السلام أراد أن يرى يعني إحياء الموت وزيادة في إيمانه وقوة في يقينه هذا الذي طلبه مثل ما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال سبحانك والمعنى بارك الله فيك أن الجواب في الآية وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فإبراهيم مؤمن بالله عز وجل كامل الإيمان لأنه نبي أبو الأنبياء لكن أراد أن يرى لأن الأشياء يا مسعود بارك الله فيك يعني هي مثلا عندك ثلاث أشياء عند المسائل الحقائق علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين أن أخبرك بشيء يخبرك صادق بشيء هذا علم اليقين عين اليقين أن ترى هذا الشيء حق اليقين أن أن تعلم وأن ترى فتذوق لذة حلاوة هذا الشيء بارك الله فيك